في الشأن السوري دعا الموفد الأمم ستيفن ديمستورا إلى التحرك السريع لإنقاذ الهدنة وطالب بعقد اجتماع وزاري طارئ لمنع انهيار مفاوضات جونيف الدعوة جاءت خلال تصاعد الصراع الميداني وانسحاب وفد الهيئة العليا المعارضة وسط انتقاد روسي متواصل تقد وزير الخارجية الروسي سرقلافروب انسحاب وفد الهيئة العليا المعارضة من مباحثات جونيف السورية وقال في مؤتمر صحفي ان وفد الهيئة العليا المعارضة هو الخاسر الوحيد بعملية الانسحاب واشار لافروف الى ان تنظيمي جيش الاسلام واحرار الشام اثبتا انهما يشاطران تنظيم داعش افكاره الارهابية وعلى صعيد متصل اعلن المفاد الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا استمرار مفاوضات جينيف الى يوم الاربعاء المقبل وفيما اكد ان الاطراف متفقة على اهمية التوصل لحل سياسي حذر ديمستورا بان هدن توقف اطلاق النار في سوريا في خطر شديد اذا لم يتم التحرك سريعا مطالبا بعقد اجتماع وزاري طارئ لمنع انهيار مفاوضات جينيف ميدانيا قال ناشطون معارضون ان قتل وجرح قضوا جراء قصف كثيف نفذه الطيران الحربي السوري على بلدات بالغطة الشرقية للعاصمة دماشق وريف ادلب وفيما نفى مصدر عسكري حكومي الانباء اكد ان الجيش افشل هجمات عدة لنصر فرع تنظيم القاعدة في سوريا والجماعات المسلحة في الغطة الشرقية واريا في حما واللاذقية وحلب مبينا ان الطيران الحربي استهدف تجمعات لداعش في دير الزور وتدمر فيما اعلن التنظيم عن اسر طيار سوريا تحطمت طائرته في الغطة الشرقية نتيجة خلال فني بعد اقلاعها بوقت قصير من مطار دمير العسكري في موازات ذلك توصلت مجموعات الدفاع الشعبي الموالية للجيش السوري ووحدات الحماية الكردية الى هدنة خلال اجتماع عقد في مطار القامشلي بحضور مسؤول ايراني وتأتي الهدنة بعد اشتباكات بين الطرفين ادت لقتل وجرحة